مرة وأنا أدخل إلى بيت الدكتور محمود بن ناصر ده أدخل إلى غرفة غرفته فوجئت بشخص يجلسه هناك أتعلم من هو؟ هو الأستاذ محمود بن ناصر وهو رئيس حكومة وأنا سجين كان ينتظرك يعرف أنك قاتل كانوا ينتظرني بترتيب المستدى محمود بن ناصر فلما دخلت أنا رأيت رئيس الحكومة وأنا توقفت ارتج علي الأمر فدرت كنت في السجن ولا لقامة الجبرية لا كنت في السجن أنا وقت في السجن يعني أنت كده شفت مزالي وأنت في السجن ولا في السجن لأن لقاء لقامة الجبرية مختلف بعد هذا في السجن وهذا لقاء لم يعلم بحد حسب تصريحه أنا لم أجده في أي مصدر لقاء في ذلك اليوم لأنه خرق كل بروتوكولات جاء فنظرت محمود بن ناصر قلت له فاهمني شنو أفهمني ما الذي يحصل قال لي مثل تونس يقول يا ملك الموت بينك وبين صاحبك يا ملك الموت بينك وبين صاحبك قال يا بينكم هذه بينكم وخرج من باب الخلف وترك أنا فالأستاذ محمد مزالي رحمه الله قال يتفضل يجلس قلت له لا يا لا سيد الوزير أنت رئيس حكومة ممثل السلطة وأول شخصية في تونس بعد برقبة وأنا سجين محروم من كل حقوق المدنية ومحروم من حق الحرية لا يليقون أجلس بحضرتكم لا أستطيعون أن أبقى واقفا أنت بتتديله آه رجل تأثر أنا تأثرت كذلك لكن أمسكت نفسي قلت له يا سيدي أنا خدام حضرتك وأنا وقف أمامكم فضلوا سيدي تأمرون بشيء قلت له كيف أنا جاي أتحادث معك قلت له لا يليق بسيد رئيس الحكومة أن يتحدث مع سجين أنا لا أملك حريتي وأنا في وضع لا يجوزني معه إلا أن أمثني أمام أمركم إيش تأذنون سيدي يعني رجل رأيته في وجهه التأثر يا رجل إجلس يا رجل إجلس نحن جاي نحل المشكلة وأشعرني بأنه يحمل هم هذه القضية وأنه تحملها دون وعي منه لأن برقبة ورطه فيها وأنه سيكون لذلك نتيجة وطلب مني أن أتقبل أستاذ حمود بن سلام ليكون الواسطة بيني وبينه ترجمة نانسي قنقر